النهاردة بقى هنعمل محشي البصل محشي تحفة 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 بصراح اول مرة هعمله ومش هتبقى اخر مرة محشي البصل ده تحفة وشكله جميل يشرفك قدام ضيوفك لو هتشعى الصفرة كده جنب المحشي التانية شكله في منطهر روع وطعمه اروع يلا بينا ونبدأ الفيديو على بركة الله بس قبل ما ادي الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين السلام عليكم محترميني اليتيوب ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير لايك وشير وسبسكرابي لوصفة الممازل لايك يا جماعة بساوي كلمة شكرا على المحتوى اتمنى انكم انتو ما تبخلوش على ياب لايك كل ما شاركش يشرفني ونورني كده وشيرك في القناة علشان القناة تجبر بيكم وتفعلوا زر الجرس علشان تكون لما اعزل الفيديو وصلك اشعار بي اتمنى يا جماعة انتو تشاروا الفيديو ده على قد ما تقدروا علشان يعمل فائدة للجميع يا الله بينا اتكلمنا كتير ونبدأ الفيديو معنا بصلتين متوسطين هنحمرهم زي ما انتو شايفين كده ثلاث معالق زبدة اربع معالق زيت زي ما انتو كلكم شاطرين وعارفين ايه خلطة المحش بتتعمل ازاي انا جايباها على السريح كده علشان ايه كلكم طبعا عارفين طبعا البصل هنصفره مش هنخليه حمره علشان معملش حمو على الماتشكي تاكلي كده تعملي ايه يعمل حرقان في المادة وكده فاحنا نخليها صفره بس يادبك نصفره وفصنتهم يادبك ريحتهم تطلع وبعد كده ننزل بالطماطم على طول طماطم جيجا ما بتاع المحش ما بتصفيش ما اللي طماطم بتاع المحش ما عايزينها كله على بعضها كده تضربها في الخلط وبعد كده تحطيها على البصل كده معنا برضو فصنتهم كده نيين هنحطهم يعني احنا عمانا دلوقتي البنازل الصغارين اربع فصنتهم حطينا فصنتهم حمرناهم وفصنتهم نيين معنا بقى التوابل التوابل دي زي ما انت حبه طبعا الكزبرة والفلفل والكمون والحاجة دي اساسية شايفينك الفلفل اللي انا حطته ده بصراحة بتاع التوابل دي فلتت مني فوقعت كتير فحبت ان انا شلت شوية منه فانا بنبه لو عندي بتاع التوابل كده ممكن يقع فا ايه حاولي يمسيكي كويس بدلا ما يقعوا كلهم في قلب التزبيكة فادلا حصل معي بصراحة وجسط طيب بقى والملح وهذهبها تسبب مع نفسها طبعا جسط طيب ده عشقي لازم بحطها في المحشي بحطها في كل اكل انه بحب لو مش حبهاها ما في مشكلة هتحط الملح والفلفل وكمون والكزبرة الناشفة وبعد كده هنسيبها تسبب براحتها كده نهدي النار عليها طبعا نحط الملح طبعا نحط الملح حسب انت بقى الدقيب تحديه شوية كده علشان ايه المحشي بحب يبقى ايه حنط ونروح البصل بتاعنا بقى الحاجة الاساسية بتاع الفيديو النهاردة هي البصل هتجيبي حوالي بصل متوصل زي ما انت شايف كده ما تجيبيش بصل صغير اوي احنا عزينه كبير اقولك ازاي متفكريش ان بحجم البصل ده يبقى المحشي لا اقولك انا عمله ازاي هتقشرين كويس اوي وهتسيب العنق اللي فوق ده زي ماهوان عزائي تديني شكل البصلة يعني انا زاي بسا يبقى مخصوص علشان اما لف المحشي يبقى تديني شكل البصلة كده شكلها جميل انت طبعا مش هتعملي محشي بصل بس تعزيمي ناس تعملي محشي بصل بس لا طبعا هتعمل محشي وده يتحط جنبه كده بيديك منظر شكله جميل وطعم جميل هقولك نعمله ازاي زي ما انتشايف كده هنقشرهم كويس ونخسلهم اللايك اتحطوا ولا لسه اضطيلي لايك من ايدك الحلوة كده واشتركوا في القناة علشان القناة تكبر بك ان شاء الله النهاردة بقى معناش وصفات حبيت ان انا غير حبي حسيت ان انتو منكم بتزهوموا الوصفات فشوية وصفات وشوية اكل يعني ايه واحدة واحدة معنا كده اللي انتو عايزينه نعمله ان شاء الله زي ما انتشايفين كده هنقفلهم كويس لاوين بعد ما نقفلهم بص بقى هنعمل ايه شايفاء انا بقطع لحد نص البصلية بس وبوقف شايفة سكينه وقف فيهن لوعي تكمليها انقطع كده ونقف لحد نص البصلية وقف شايفة ازاي زي ما انتشايف كده نص البصلية وقف لحد نصها من فوقه من تحت وبوقف ما ما مجملش القطع لنص نصف الثاني يبقى ماسك زي ما هو وطبعا نحط الماء يبتغلي على النار ماء يبتغلي على ماء ملح صغيرة اول من البصل ديغلي هيبدأ يفلت منك كده يبتغلي على الماء افلاة الماء يببث يببث كده كده يبتغلي حوالي ثلاث دقيق كده سيقولي كده يبتغلي ثلاث دقيق كده لجده يبتغلي على طول تجاه النار كيف تكون مفيداً كما يفيد بطعامه تتعامه بطعامه لا تقول انه يبقى ريحة انه يبقى صنع البصل لا يبقى موجود نضع ملح ومتحطه في الماء لا يبقى ريحة لا يبقى ريحة فقط على ما يكون البصل لا يبقى ريحة فرق لا يبقى الوضع لن يبقى ريحة لا يبقى ريحة ثم نفكي نضع ملح ملح يحضر ملح لكي يجب البصل يتشرب ملح سوف نفلتها بكل سهولة بكل سهولة. يلا بنا بقى نبدأ نفلت البصل. سوف نفلت البصل. انا اضعه معك دلوقتي. طبعا هو سخنة عم بلي وعمن. او زي ما تشايفة سبته يغلي بس. وزي ما تحاوليش تشلي اول ما بتحط يعني سي بتلاتة اربعة دائق كده هتلاقي فلد لوحد زي ما تشايفة كده بكل سهول. او شايفة هو ده اللي انا عايزة. سوف نفلت البصل. انا بحاول اغطى سخونة علشان تفلت اي حاجة. سوف نفلت منك. سواء كورومبا اي حاجة بتلاقي فلتة على طول. او زي ما انتشايفه. تفلت لها جمدة سبا شوية في الماء السخنة. وبعدين هتفلت تاني لوحدها. او زي ما انتشايفين كده. بحاول اغريك كل التفاصيل عشان ايه البنوتات الصغيرين اللي عاديين يعملوا محشي البصل. بكل سهولة ان شاء الله هيعملوا. محشي لزيز وطعمه جميل وشكله اجمل بصراح. شكله كده هيوراهو لجد الوقت شكله عامل ازاي. شايفة انا متعمدة سايب العين البني اللي فوق ده يا جماعة. لشان يديني شكل البصل. مرضتش اقطاعه. ممكن تقطاعيه عاجي بس انا انا عايز اسيبه. علشان ايه يديني منظر البصلية شكلها جميل كده. او زي ما انتشايفة هنبدأ نشيله. ما بيخدش وقت معاك خلص. بتشيله على طول. ويلا بينا بقى نبدأ نحشي على طول. طبعا انا عملت خلطة المحشي حطت الرز والخضرة وكل حاجة. ونبدأ نحشي. او زي ما انتشايفين اللي فيجيه يبقى طويل عليكم. فحبت ان انا اعمل ايه الخلطة على طول. طبعا كلكم شاطرين وبتعرف تعمل الخلطة. احنا عملنا التغذيز بيكا. بعد ان اصفنا الرز وبعد ان احطنا الخضرة. شابته وبعد ان اصفنا كذبرة ونعمناهم. وبعد ان اخلطنا كله مع بعض. ونلفه شايفة اللفة ازاي. ما عزك ببصي اللفة بيتلفز ازاي بكل سهولة. شايفة بحط شوية روز حسب انتش عايزة تكبريها ولا صغري. ونلفه بتلفز طبعا هو اصلا واخد كيرفي البصرية طبعا واخد كيرفي كده اصلا ورباني كده. نحطها بتلفز طبعا بكل سهولة. شايفة ازاي اوه زي ما انت شايفة كده. في اسهل من كده لا ما فيش اسهل من كده. في ابسط من كده ما فيش برضو ابسط من كده. وطبع رمضان جاي وعازين حاجات نزاين الصفر بتاعتنا كده نحطها كده بشكله جميل. هيبقى شكله جميل وطعمه بصراحة اجمل. عزك الجرابيه. ويجماعة ما تجي الجرابيه حاجة اوهي عمرك تجربيها في كميات كبير اوهي. اي حاجة تجي الجرابيه الاول مرة. افتكاسات من افتكاسات اليوتيوب كده. يبقى لازم تجربي في حاجة صغيرة لا تعمليش كده. بعد ما خلصنا كمية زي ما انت شايفة انا عاملة صغيرة طبعا انا عاملة محشي من دوكة طبعا جنبه. مش هنكون محشي بصر فس يعني. نعملو جنب المحشي زي ما انت شايفة كده. اهو. اول مرة حاجة تعمليها اوه تعمليها كمية كبيرة. تجربي الاول عجبتك ماشي ما عجبتكيش. خلاص. احب ان اقولك كده اي بنوطة كده لسه مبتدأة. فحبت ان اقولها كده. هنزوده شربة زي الوقت. يعدوبك احنا اندريه. وهنزبط الملح بتاعه. والنار بتاعته متوسطة متعليهاش ومتوطهاش اوي. علشان ما يتعجنش منك. النار تخليها وسط لها عالي اوي ولا وطي اوي. يعدوبك هنوصل للعنق البني لفوق ده. وهنسيبه لحد ما يشرب الشربة بتاعته خالص كلها. هنغطيه ونر وسط لحد ما يشرب. وبعد ما استوى وهنرولك دلوقتي. يلا بينا نتفضلوا معنا. يلا ناكل المحش البصل التوحف. شايفين لسه بيدخن. طبعا انا جايب كرفس كده بزينه او كدونس او كزرع اللي عندك. حاول الجرناش الطبق بتاعك كده. علشان شاكله كده اللعن بتاكل قبل البق. علشان يفتح النفس. ما استهلش منكم لايك. اعتقد ان يستهل لايك. لايك وشير وسبسكراب الوصف المميز. ما تبخلوش عليها ان شاء الله بلايك. شايفين الجمال شايفين شكله تحفز. انا بحاول اقربه لكوه. علشان ايواخد شكل البصل. زي ما شايفين انا قلت لكم حط العن البنية. علشان ياخد لي شكل البصل. واسبك في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.